أهلاً بكم من جديد إلى حلقة جديدة من بيت للكل ضيفتنا في هذه الحلقة الخاصة دكتورة رانيا الجندي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أهلاً بك يا دكتورة أهلاً بحضرتك من بارك لك الوضوية واضح أنه وش البرنامج عليك خير أكيد طبعاً هو وش الخير منورونا ومشرفونا مرسي يا سيد وإحنا بنحكي عن البريكس أصبح مصطلح متداول على كل الألسن في كل الدنيا حيثما هناك بشر إحنا عاوزين نعرف بريكس إيش هو مصطلح اجتماعي مصطلح اقتصادي مصطلح سياسي مصطلح بشمل كل ما سلف من تسميات هو فعلاً زي محضرتك قلت هو كل ما سلف من تسميات هو تكتل اقتصادي فخلينا نعرف أن التكتل الاقتصادي ده ده معروف من بعد الحرب العالمية التانية بدأت كل الدول تعمل تكتلات اقتصادية عشان تقدر أن هي تهيمن أو تقلل من الهيمنة بتاعة القوة العزمة فإحنا ابتدينا من 1929 و1930 لغاية وصول بالبريكس في 2007 كان فيه مشاورات من 2006 لغاية ما وصلنا بدخول مصر إن شاء الله في 2024 في عنا مصر والسعودية والإمارات هو أكثر من دولة وأثيوبيا وإيران فلما نقول الأسماء دي اللي فيها تشابكات سياسية يبقى نعرف نرجع للأصل هو هل هو تكتل اقتصادي فقط لا تكتل اقتصادي اجتماعي سياسي بيعمل على الاستقرار السياسي بيعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي طبعا ومع كده بيعمل على تطوير الصحة والتعليم بيعمل على استقرار عملات الدول بيعمل على زيادة التبادل التجاري فهو مصطلح كبير جدا مصطلح التكتل الاقتصادي بيقلل من القطبية الأحدية بيخلينا في عندنا تعددية قطبية بيخلي الدول دي تقدر أن هي تصدر إحنا دايما بنتكلم في برنامج حضراتكم عن إزاي نقدر ما يبقاش يبقى زرعينا ويبقى منتجاتنا وإنتاجنا والدهب الأسود اللي في أرضنا طالع بعملتنا مش طالع بعملة تانية بتؤثر علينا حتى ولو كان اقتصادها في ضعف زي رفع يعني سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية وتخفيض التصنيف الاقتماني للدولة المهيمنة على العالم ومع ذلك ارتفاع عملتها عملتها التي ليست لها غطاء دهب فهنا بنقول أن فكرة التكتل الاقتصادي مع أسماء الدول اللي فيه كل دولة من الدول المساهمة في التكتل ده هتقدر تساهم بحاجة هنقول مثلا يعني الهند ممكن تساعد في ايه تقنيات وتكنولوجيا الحديثة طب روسيا ممكن تساعد في ايه طب هل هو تكتل الاقتصادي فقط لا أنا عندي أربع جيوش مهيمنة بدخول الاقتصاد المصري هيبقى عندي الجيش المصري هيبقى عندي الجيش الروسي هيبقى عندي فيه الجيش الصيني فإحنا بنتكلم هنا أنا عندي هيمنة على جميع الأصعادة فاتنقلت من الضعف أن أنا دولة منفردا إلى القوة أن أنا 11 دولة بحلول 20-24 طيب كلام يفتح النفس زي ما بيقولوا إقتصاديا خليني أنقل الحوار وأرجع تاني زي مع زميلي العزيز خالد آل البريكس كان مصر عندها فرصة أو كان بتحاول من 2005 الدخول في مجموعة بريكس لكن ما كانش لسه عندك القوة والقرار أنك تدخلي دلوقتي مصر اشتغلت على الموضوع ده بقالها فترة وأعتقد هو انتباه مصر والقيادة السياسية بأنه لازم يبقى فيه تفكير وأفكار أكتر من كده قبول مصر في العضوية اللي هتبدأ من يناير 20-24 إيه الأهمية ليه أنا بقى كمصر؟ أنا عايزة أقربها للمواطن المصري وأيضا للشقيق العربي يعرف طيب مصر في بريكس إيه التغير اللي ممكن يحصل في الاقتصاد بالنسبة لمصر؟ على مستوى الاقتصاد الدولة وعلى مستوى اقتصاد المواطن هيحصل تغيير كبير جدا أولا أنا دلوقتي عندي الشريحة الثالثة من صندوق الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي هو بيسومني على تحرير العملة بتاعتي طيب هل العملة بتاعتي مقيمة بسعرها الحقيقي؟ لا هي مقيمة سياسيا من وقت نظرهم وليست اقتصادية فبالتالي أنا حقدر أعمل اتزان واستقرار في سعر العملة بتاعتي اللي هي تمثل إيه للمواطن؟ ما قولي يمثل المواطن يمثل للفرد تمثل إن أنا قوتي الشرائية وقدرة العملة بتاعتي وقدرة دخلي أنا كمواطن دخلي الحقيقي هيقدر يشتري منتجات أكتر وبالتالي هيبقى فيه استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي فدي مهمة جدا على المستوى الاقتصادي طيب هنا قبل ما تروحي للنقطة التانية هنا قدر أقول إن وضع الجنيه المصري حيتحسن؟ هيبقى أقوى؟ أكيد بالفعل هيتحسن وهيبقى أقوى أولا أرجع للبريكس هل البريكس إحنا اتفقنا؟ هدخل بس هيحصل فيه تبادل تجاري؟ لا هيحصل فيه أنا عندي أنا عضو في بنك التنمية البنك التنمية التابع للبريكس هيقدر إنه بنك التنمية يوقف جنبي هيقدر إنه هو يديني تمويل بديل للتمويل اللي أنا مش عارف أتحصل عليه رغم إن أنا وفي أغلب شروطي ولكن بيضغط علي بفكر تاني وبفكر سياسي طيب دكتورة وضحت أنت ماذا يعني هذا المصطلح؟ واضح أنه هو اجتماعي سياسي اقتصادي شامل لما حكيت تفاصيل عن أثر ذلك على الاقتصاد الكوني خطر في بال الدول الوازنة من رح يسمح لهذا التكتل أن يفرض قواعد اقتصادي جديد في العالم؟ هذه ستعيد تشكيل العالم على صعيد التكتلات على صعيد التحالفات سواء اقتصادية أو أمنية أو سياسية ثم لما بنحكي اليوم إنها مصر باتت جزء أصيل من هذه الشراكة أنا كعربي باعتبار مصر أيضا هي مرجع هي عمق هي دخل استراتيجي للوطن العربي بكل حوادره بالمعنى الأمني بالسياسي الاقتصادي الحضاري الألمي بكل المعنى المختلفة أنا حستفدئك أنا كعربي من هذه الشراكة يعني شو أهمية المشاركة المصرية لغير المصريين لغير المصريين أولا علاقة مصر بالدول العربية كلها الشقيقة علاقة وطيطة جدا يعني فيه بيحصل عمليات تبادل تجاري أولا ما بين الأردن ما بين مصر ما بين فلسطين ما بين الدول كلها احنا داعمين لاقتصادات الدول العربية واقتصادات الدول العربية داعمة لمصر وبالتالي إحنا لما يحصل فيه انفراجة في الاقتصاد المصري والمحلي يحصل انفراجة في الدول العربية وبالتالي هتساهم مصر دخول الدول العربية الأخرى إلى الاقتصاد البراكس إلى مجموعة البراكس لأن الاستفادة مش هتكون فقط استفادة اقتصادية تكون استفادة اجتماعية سياسية هتكون فيها قوة مهيمنة هتكون كتلة تصويتية من أجل مثلا خلينا نكلم فلسطين إحنا هنبقى 11 تكتل بنمثل نسبة وليكن 41% بالتقريب من نسبة سكان العالم كلها فبالتالي أنا عندي قوة تصويتية يعني بمعنى أني كفلسطيني أنا رح استفيد من مشاركة مصر في هذه المنظومة خارج إطارها حتى لو لم أكن أنا شريك خارج كمان الإطار الاقتصادي فقط خلينا نقول أنه أزمة روسيا وأوكرانيا خلقت أنه الدول العالم كلها وقفة مع أوكرانيا كمان ضد روسيا مع أزمة فلسطين ما كناش بنشوف أي أصوات غير أصوات الدول العربية ومصر من شرم الشيخ كانت البداية أنه إحنا بنهتف بتحرير من خلينا نقول أبطال مصر في السكواش وخلافه وكانوا هم بيحتفلوا بناجحهم كانوا بيتكلموا عن أزمة فلسطين فهنا بنتكلم أنه مصر هي الإنطلاقة مجرد ما تدخل البراكس هتقدر تنادي سياسيا بتحرير الوطن العربي من كل القيود اللي بتكبله أنه هو يقدر ينطلق للنقطة البادية ترجمة نانسي قنقر